ياتكم العافية اليوم ان شاء الله رح نعمل مع بعض حلاوة الجبن تابع الفيديو للاخير لاني شرحت فيها كل خطوات العمل حتى تطلع معاكم حلاوة الجبن نادحة هلا في البداية هون رح نعمل القشطة اللي رح نحشي فيها حلاوة الجبن هون رح نحتاج حليب بقري انا استخدمت نوعية نادك تقريبا هون رح نحتاج لترين من الحليب السائل طبعا صباي انا ما بفضل ابدا انك تستخدمي حليب البودرة نكهته ابدا مو طيبة فالافضل انك تجيب حليب بقري زي هيك اما نادك او من عند المنتجات الالبان هلا هون احنا صبايا اهم شي ما بدنا الحليب يغلى بدنا الحليب يسخن يعني يبلش البخار يطلع منه حتى نحط عليه الليمون طبعا هون ممكن تحطي الليمون ممكن تحطي خل ابيض لاحظوا كيف صبايا على طول بلشت تطلع القشطة على الوجه تقريبا هون كل لتر حليب رح ياخذ معنا معلقتين اكبار ليمون طبعا اللترين اخذوا مني اربع ملاعق ليمون تقريبا نصف كاسة لما يبلش هيك شوي يفور من وط الغاز ومنظرنا كل شوي ينقلب فيو حتى تصير ميت المية زي ميت المصل هيك بدي يكون لونها بهيك عندنا القشطة صارت جاهزة وهلا بنصفيها بالمصفاية نعمة تمام تقريبا صبايا هاي نفس طريقة هي نفس طريقة انه اذا بدك تعملي جبنة ومش متوفر عندك يعني بالاخص بالناس المختربين ممكن تنفع معك كثير هالهون انا تربعا بعد ما صفيتها تركتها تبرد تماما ورح اخلطها مع المنكيهات رح احط معها جبنة جيمر بوك ورح احط معها تقريبا معلقة كبيرة من القطر ومعلقة صغيرة من ماء الزهر ممكن اذا ما بدكم ماء الزهر ممكن تحطوا رشة فانيلا وممكن اذا حبيتوها حلوة اكثر ممكن تحطوا معلقتين قطر وبهيك عنا صارت القشطة جاهزة اللي رح نحشي فيها حلاوة الجبن هلا هون رح نبلش بالخطوة الثانية اللي هي نعمل حلاوة الجبن طبعا اشي كثير مهم انك اول اشي تعمل القشطة وتحضريها بعدينك بتعملي حلاوة السميد طبعا بهاي الكاس رح نحتاج كاستين ماي ونصف كاسة سكر ممكن تحطي حليب سائل بس انا هل ما رح بتعملها بالماء رح ورجيكو نوع الجبنة انا اللي استخدمتها هي البقارات الثلاث احسن نوع جبنة ممكن انك تستخدميها طبعا هون رح نحتاج بالوصفة هاي 600 جرام من الجبنة المزريلة بنحركها شوي حتى ايش تبلش عن الزوب طبعا هون رح ورجيكي الاسميد اللي انا استخدمته هو اسميد ناعم بودرة وهو الافضل انك تستخدمي اسميد ناعم بودرة حتى تطلع معاك كثير ناعمة طبعا منحرك شوي حتى تدوب معنا الجبنة تماما ولما تدوب هلا مننزل السميد تقريبا رح نحوط الكاسة اسميد العيار كلها يعتم نفس الكاسة طبعا لانه انا عندي شوي الجبنة والمي سخنين فانا فضلت شوي اني استخدم الشبك حتى يدوب معاك كل اسميد طبعا في البداية ممكن انك بس تستخدمي الشبك حتى السميد كلها يعتم يذوب وبعدها بتستخدمي المعلقة الخشب حتى تعرفي انك تقلبي فيها طبعا هون ما رح اختصر الفيديو رح اورجيكي كل لانه اهم شي طريق الطبخ حلاوة الجبن بتظلك تقلبي فيها تقلبي فيها حتى تتجانس كل المكونات مع بعض سوايا بدون مبالغة افضل طريقة شفتها لحلاوة الجبن هاي الوصفة بتمنى انها تعجبكم بتمنى انكم تطبقوها واحكولي عن رأيكم فيها زي ما حكيت لكم بذلكم تقلبي فيها حتى تتجانس كل المكونات مع بعض هون رح احط ماء زهر تقريبا رح احط ربع كاسة ممكن تحطي نص كاسة بس انا ما حبيت طعم ما بحبها تكون كثير مبينة فيها فحبيت اني احط ربع كاسة طبعا الغاز هون بيكون عنا واطي حتى تاخذ حلاوة الجبن راحتها وانت عم بتقلبي فيها طبايا ممكن كثير انك انت في البداية تحطي المي والسكر والسميد بعدينك الجبنة بس انا دائما بحب اني احط اذوب الجبنة في الاول بعدينك احط السميد هل هون عنا الخطوة الثانية المهمة طريقة لف حلاوة الجبن رح نحط النايلون ونحط عليه القطر رح نتهنه في القطر وناخذ قطعة من العجين شغلة مهمة الافضل انك تشتغلي فيها سخنة يعني انه هون شوي بردت معي لاني كنت عم بحضر للتصوير فبس الافضل انك تشتغلي فيها وهي سخنة اذا لزقت معاك شوي على ايديكي ممكن تحطي تمسح ايديكي بشوية قطر وبمشي الحال هلو هون رح نحشيها في الجبنة ممكن صبايا انك ما تعملي طريقة القشطة هاي تحطي قشطة بوك بس انا بفضل هاي القشطة بتظلها ماسكة اكثر مع حلاوة الجبن هلو هون باستخدام الكيس منظلنا اللف فيها حتى تاخذ السمك اللي انت بديكيه طبعا الزيادة انا رح اشيله ممكن صبايا تعمليها قطعة كبيرة وتحشيها بس انا بحب عملها هاي كالرولات صغيرة وبعدها اقطعها لانه ممكن ما احتاج الكمية كلها مرة واحدة طبعا الكمية اللي بتطلع كثير منيحة يعني ما بتحتاجة انك تعملي دوب اللايار هلو هون صبايا بعد ما تركتها تقريبا بس عشر دقائق وبري رح ابلج اني اقطع فيها ما تتخيلوا قديشها طيبة يعني جد بنصحكم فيها فيك عنا صارت جاهزة جدا ممتع شغلها ممكن تشوفي خطوات العمل كثيرة بس هي جد ممتع شغلها وكثير رح تحبوها بتمنى اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك بقناتي وشكرا على دعمي فيها ودعمي في الفيديو هاتى بيت القناة شكرا كثير لكم ويعطيكم الف عافية